البصرة محافظة منكوبة وفق ما اعلنته مفوضية حقوق الانسان في العراق اكثر من 17 الف حالة تسمم جراء تلوث المياه خلال الاسبوعين الماضيين حسب ما ذكرت الجهات الرسمية في المحافظة وربما يكون العدد تصاعد بضع مئات اثناء كتابة هذا التقرير في ظل عجز المستشفيات والمراكز الصحية في البصرة عن تقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهذه الاعداد الكبيرة وبينما تحاول حكومة بغداد تجاهل الكارثة والتقليل من اهميتها تداول الناشطون العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر مستشفيات البصرة وهي تغص باعداد كبيرة من المصابين بالتسمم موقع Voice of America في تقرير له اكد ان العراق يشهد ارتفاعا كبيرا بانتشار الامراض التي تنقلها المياه الملوثة ونقل الموقع عن مسؤولين في دائرة صحة البصرة قولهم ان ازمة تلوث المياه تفاقمت في الايام الاخيرة حيث تستقبل المستشفيات اكثر من الف حالة تسمم يوميا محذرين من احتمال تفش وباء الكوليرا بسبب تلوث المياه والطفيليات التي تنقلها المياه في انهار المحافظة وفي خطوط مياه الشرب داخل بيوت المواطنين اطباء من البصرة يؤكدون ان درجة تعقيم المياه ضئيلة ان لم تكن صفرا وان مياه البصرة مالحة للغاية وبها مستوى عال من الميكروبات الى جانب درجة عالية من التلوث الكيميائي ما يمثل تهديدا بالغا على صحة اهالي المحافظة التي يقول محافظها اسعد العيداني ان شبكة المياه فيها قديمة جدا كما ان الانبيب القديمة غالبا ما تنكسر لتختلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي واقع يزداد سوءا في البصرة في ظل الفساد وغياب دور الحكومي وانشغال السياسيين بصراعات النفوذ والسلطة عن تشهيد بنية تحتية تحمي ارواح المواطنين من الامراض والاوبئة وليكون الفساد والاستبداد هما الوباء الاشد فتكا بالعراقيين